اهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا في عالم الأسنان الحقيقة احنا في عصر الإهمال احنا في عصر التطنيش صحيح جزء كبير جدا من الناس من الشعب العربي مش بس المصري تلاقي عناتهم بأسنانهم لو احنا بقولنا من سفر العشرة لا تتجاوز واحد او اتنين من عشر ليه؟ هي العناية بالأسنان مش عناية بالأسنان بس العناية بالصحة العامة يعني الراجل اللي ما بيزبطش سكره ومبيروحش يعمل شيك أب على السكر وياخد أدويته في مواعدها وسيب سكره تركهم يعلى ده ما بيرعيش أسنانه الراجل بيعزم عيلته كله يومين ثلاثة على فاست فود وبيروح يأكله في المحل الفاست فود وبيخرجوا من المحل بعد ما كانوا في فاست فود بكل مكوناته طلعوا على يأكلوا حلويات أو يأكلوا آيس كريم في المول وبعدها بساعتين يروحوا البيت أو ثلاث ساعات أو أربع ساعات وطول الوقت ده لغسلوا أسنانهم وكانوا في فاست فود بكل مكونات اللي ستيكي اللي لزقت في أسنانهم وراحوا كله بعد كده آيس كريم عشان يزودوا فرصة البكتيريا ونموها في أسنانهم برا وطبعا برا ما فيش غزل سنان ولا فرشة أربع خمس ساعات البكتيريا عاشت حياتها الدول بيدمروا أسنانهم الراجل اللي سنته بتبدأ تتآكل وتضعف وبيدخن مع ذلك وبيستمر في التدخين وبيضعف أكتر الأسنان والليس هو يسبقهم ده بيدمر سنانهم الإحمال بقى صفة عامة الراجل اللي بيرعى وبيصلح بيته وبيصين أو بيصون عربيته وبيعمل صيانة للشليه بتاعه في الحتة الفلانية وبيعمل صيانة لكل حاجة في حياته وما عادة سنانه بس أنا دي محتاجة الصيانة حتى لو ما بتشكيش ده بيدمروا بهم شوفوا اللي بيأجل سنان فقدت راحت وعمال يأجل روح يا عم مزرع أسبوع الجاي هو يحصل إيه وأنا مش حاس بقلب بعد الصيف أرجع بس من المصي فروح أزرع أنا بشوف ناس مقتدرة وسنانها بايزة بشوف ناس معاه فلوس كويسة جدا جدا وسنانها بايزة فأرجوكم يا جماعة ما تشاركوش في حفلة الإهمال للأسنان اللي هنسمع تفاصيلها بالتاريخ بالقصص من واحد من المبدعين في عالم طب الأسنان من الممتعين في حوارهم كمان بنتظر هذا الحوار ضيف العزيز واحد من نجوم عالم زراعة الأسنان دكتور أندرواج دي مجلسير زراعة الأسنان من كله الطب الأسنان جماعة القاهرة المحاضر الدولي في مجال تصميم الابتسامة وعلاج الأسنان بالليزر اسم قدير في هذا المجال أهلا بيك يا دكتور إزاك يا دكتور هل نحن قبل ما أدخل في عالم الزراعة في عالم أو في عصر إهمال الأسنان جدا بعمف شديد الناس ما بتحسش بقيمة الحاجة غير لما تروح منها والناس كمان أحيانا ما بتحسبهاش صح ويتخيل أن السنان دي ممكن نيجي عليها بعدين والموضوع ده كمان بينتشر كتير جدا عند المرضى اللي هم رجال الأعمال أو الناس اللي بالنسبالها الحياة ممكن تخلص بسهولة فأول ما يبتدي يجبر شوية عند الخمسينات والسنانات ويكون بيجز كتير على سنانه مثلا فييجي العيادة وهو متخيل أنه هو سنانه فيها شوية تآكل أو شوية حشوات لكن يكون الراجل ده سنانه كلها تآكلت وسليها زي مربعات الزغارة قوي كده ويكون محتاج أنه يتعمله ويخش في قصة كبيرة جدا يحتاج تربيش في بقه كله عشان يعالج المشكلة اللي حصلت فبالتالي كان زمان ممكن موضوع يتحل بنايت جارد اللي هو بيجز تركيبة بسيطة بعد كده لو كان لحق نفسه شوية كان ممكن شوية حشوات النهار ده هو عبد الموصل وفأل سنانه ومحتاج خطة على جاية طويلة نوعا ما مكلفة مكرنة بغيرها أو بالبدائل وهتاخد وقت كتير والزيارات وحقا وهكذا فالإهمال فعلا مكلف يعني احنا في عصر مخيف جمان في حاجة عصر الموبايل والواتساب والاتصالات ليه بقى؟ فيه ناس كتير قبل ما تجي لك تبدأ تجري اتصالات أو تتصل أو تبعات رسائل ده كام؟ اه بنا هحكي لك بقى يعني انت عارف كان زمان مفيش يعني زمان العيان الإنسان ما بيتصلش بالدكتور بيحجز معاد وبييجي ينتظر وبيدخل يقعد وبداية الحوار معك وجه اللي وجه فده بيبقى ممتع جدا لكن الاتصالات دي يعني زي ما يقوله قبل ما بيتحرك بعمل 500 اتصال من ضمنهم من ضمنهم الاتصال بتاع أنا محتاج زراعة بس ما عايزة أعرف كم درس هحتاجه ولا كم سن هحتاجه ويبعث لك صورة لسنانه اه او يبعث لك أشعر مقطعية ويقولك بكام حالك الحالة دي بكام من غير ما يبعت اي حاجة بعت صورة او صورة سنانه عادية ويقولك بكام طب هو ايه اللي بكام يعني انت بتوقف قدام محل مثلا بتاع موبيليا وتقوله بكام اني حتة حضرتك اللي بكام طب ايه طب فين وازاي موضوع ده موضوع مميق جدا وكمان نتيجة ان مصادر المعلومات بتكون مصادر مش موسوقة او مصادر يعني تبادل قراءة في قعدة حلوة فبالتالي كل واحد تجربته مختلفة فكل واحد بيحكي عن تجربته وانت بتحتاج تسمع التجربة اللي كانت حلوة او سهلة او مثلة ليك وتعمل زيها بس الحقيقة هو حالة وانت حالة هو انسان وانت انسان هو وضع وانت وضع وعشان كده فيه تشخيص وعشان كده فيه حاجة اسمها كلينيكا الاجزامناشن او تشخيص سريري وعشان كده الدكتور لازم يشوفه في السنان عمر ما الاشعار المقطعية هتدي داتا لوحدها وعمر ما السورة هتدي داتا لوحدها في الاول في الاخر الديتا دي لازم تكون مجمعها هتديك مثال بسيط لا يمكن ان احنا نشخص لا يمكن منعن باتة نشخص حشوات الاسنان من الاشعار المقطعية سلسات الابعاد الاشعار الزغيرة اللي بيعملها الدكتور دي كافية مسأل ابسط شيء ممكن يتعامل في طب الاسنان الاشعار الزغيرة الحلوة دي اللي تشخص الحشوات كويس لا يمكن نستخدمها في الاشعار المقطعية لان تخيل كده ان حضرتك دولتي بتصورني كده فانت مش عارف المسافة ما بين ايديه والاميس هي دي الاشعار العادية للدكتور بياخدها لكن الزرعة دي حاجة ثيرت دايمانشن او المستوى الثالث عشان احط زرعة محتاج اعرف المسافة دي كام عشان اخد مقاس الزرعة اللي احطها فبالتالي ما اخد الثيرت دايمانشن اللي هو الاشعار المقطعية سلسات الابعاد كل حاجة وليه حاجة كل اجراء وليه التشخيص بتاعه انت لو رحت الدكتور بشري عندك مشكلة ما هل ليه ما رحتش للمعمل وطول عملي التحليل في نستعمل الكارسة دي في نستعمل الكارسة فمصر بقت مخيفة اللي هو انا عملت تحليل قبل ما جيلك اللي هو انت تلاقي بقى انت بدايس اولنا كده دي بسموها اول القصيدة هبل اوه والله اوه حاجة تاني انا مش عايزة اقول بقى عجلة بس هي اول القصيدة فعلا تخريف اننا عملت ركبت العجلة ركبت الحصان وراء العربية مش الحصان قبل العربية المفروض انا جيلي وبعد انا نطلب التحليل المناسبة للكلام بتاعك المنضمن برضو الكوميديا ان انا اسألك عن التكلفة قبل ما جي مزبوط لان انت بتسأل عن تكلفة ايه لان انا عايزة اناقش محركة سؤال احلى من كده سؤال دايما المرضى بيبعته اشعارات على واتساب ويقولولي هو كم زرعة او بكام بنفس الطريقة بس هو في قلة وعي رهيبة في فكرة عدد الزرعات اللي انا محتاجها انا محتاج كم زرعة عشان اعمل حالتي فانا احب ان انا اوضح القصة دي النهاردة لو مريض عنده سن او درس مفقودين السن او الدرس دول محتاجين زرعة والزرعة حتى بلغة الحسابات في الدكاترة هي زرعة يعني مفيش حاجة اسمها الزرعة في السنان الامامية بسعر وفي الدرس الخلفي بسعر هي زرعة يعني ده موضوع مفيش في نقاش والزرعة ميركبش عليها غير سن او درس يعني مفعش حط زرعة ركب عليها اتنين ده موضوع برضو مش موجود ومش هيحصل وليه اسباب كتير واكبر مشكلة هتواجهها هي كسر في الزرعة يعني الموضوع ده لي علاقة وطيدة بكسر في الزرعة بالمناسبة يعني على ذكر كسر الزرعات حاكتين يكسروا الزرعة لو انت بتعملها في مكان كويس طبعا هستبعد انت عملها في مكان وحش ولكواليتي وكلام ده اما مقاس الزرعة غلط يعني درس خلفي محطوط على زرعة كترها ثلاثة ونص حاجة رفاعة جدا هتكسر اما زرعة يركب عليها درسين وعدة غير مزبوطة هما دول حاجتين اللي اكسروا الزرعة عامة بصفة عامة عشان الناس تبعى عارفة ايه اللي ممكن يخلي الزرعة تكسر انا فيش حاجة تانية تكسرها طب لو انا عندي سنتين او درسين جنب بعض مفقودين انا محتاج كم زرعة اتنين لو انا عندي تلت دروس او تلت اسنان جنب بعض مفقودين انا عندي حل من الاتنين اما ان انا حط زرعتين وعليهم كبري اما ان انا حط تلت زرعات منفصلة والتلت زرعات دول حتى لو انا حطي للتلت اسنان دول حطي التلت زرعات مش شرط التركيبة تكون منفصلة وارد جدا يكون عندي كسافة عظم قليلة فواحدة من الحاجات او التركات اللي احنا بنعملها في كسافات العظم قليلة ان احنا نزود عدد زرعات ونعمل لهم كلهم كبري حتة واحدة كنوع من انواع طب مريض عنده الاربع اسنان الامامية في الفك السفلي عجمهم صغير يركبوا على زرعتين طب هل ممكن من النابل الدرس السادس على زرعتين لا اذا عدد الزرعات ده موضوع ليه علاقها مباشرة مباشرة بالاماكن المفقودة وانا بعوض ايه وفين ويلعب فيها دور مهم جدا هو كسافة العظم في حين ان انا ممكن باربع زرعات بس اعوض الفك كامل هافترض حدوتها جدلية لطيفة ان جالي مريض قال لي السنة دي انا بحبها رايبة القلبي لسبب بدون زك فالمريض ده لو احنا خلعت له السنة دي وهو ما عندوش ولا السنة تانية انا قدر اركب له الفك الكامل على ست زرعات في حين ان انا لو احتفظت بالسنة دي ولتكن الناب ده هاتطر ان انا حط زرعتين هنا وثلاثة الناحية دي عشان خط النص واثنين وراها فالستة بقوا كام بقوا تمانية يمكن او سبعة طب افترضت ان المريض ده عنده نابين هو مصر لأي سبب ان هو يحتفظ بيهم بغض النظر السبب ده صح ولا غلط بس بدي حدوتها افترضية عشان اوضح عدد الزرعات فساعتها اصبحت احط تاربع زرعات قدام زرعتين ورا وزرعتين ورا اذا عدد الزرعات ده موضوع لي علاقة كبيرة جدا بحالة العظم اماكن الاسنان المفقودة ونوع التركيبة الاخيرة هل انا هعملهم حتة واحدة ولا هعملهم قطع منفصلة فبالتالي بكام عدد الزرعات ده ده سؤال ما ينفعش على الواتساب كده مفيش مفيش اكلم دكتور ايمان يوم اقول له واحد صاحبي عنده حاجة عنده ثلاث سنان تزرع عمله على ايه مفيش السؤال ده السؤال ده سؤال يعني خالي من الشفافية سؤال انت بتحط نفسك خالي من المنطق اه وانت بتضطر ان انت في ماركتنج مش زاكي يعني انت سألت سؤال مش زاكي فهتضطر تاخد اجابة مش زاكية عشان انت وضحت ان انت بتدور على حاجة معينة الا وهي السعر او اللي يعني سهل الموضوع ابسط من الحقيقة فبالتالي هتاخد اجابة بره الحقيقة بشوي مفيش يوصال في الطب عشان بس ايه بهذا عيني عشان ما نبقى شو احنا ايه بنتكلم كلام مش منطقي يعني خلينا نروح بقى لسؤال المهم برضو ما زالت سؤال برضو بتاع الاتصالات ده انا عندي مريدي اللي انا عايز اجيبه لحضرتك عنده سبعين سنة ينفع يتزرع له ولا لا ينفع وليه ما ينفعش يعني ايه الموانع اللي ممكن تحصل عند السبعين سنة ما يزرعش الحالة الوحيدة اللي ما بنزرعش فيها لما يكون السكر التراكمي فوق السبعة نقطة ومن اول السطر من اول 18 سنة للبنات ممكن نزرع ومن اول 21 سنة للولاد ممكن نزرع بدون حد اقصى للسن اطلاقا كمان يعني السن مفيش مفيش هانا بقى هابدأ هنسخن بقى الحوارة نبعد عالتليمون ونبدأ نشوف كيس بروبلم اول حاجة قياد زرع درس او سرع سنة وقعد بعد كده ايه الاسباب ايه القصة ليه بتحصل احيانا اربع اسباب اولا ممكن يكون نوع الزرع نفسه فيه مشكلة هاوضح لحالك نقطة ليه علاقة بالموضوع ده الزرع دي بيكون فيها دعامة خارجية بتركب جوه الزرع مظبوط فيه مقاس معين للدعامة دي جوه الزرع لو الزرع دي مش فتد مية في المية والسيستم ده مش متخلي الدعامة الخارجية والزرع كتعة واحدة بيحصل مايكرو موفمنت ما بينهم فبالتالي هي جوه كل شوية في العضم حركات اه بالزبط مايكرو موفمنت او حركات زي ما حركت وضعت بسيطة ما بينهم بتلاخلخ بتلاخلخ حاجة سابطة في العضم كل شوية فيها ترومة لاتريل او بطريقة غير منتظمة فبالتالي الزرع ممكن يحصل فيها مشكلة النوع التاني ان يكون العضة غير مظبوطة لان الزرع واحدة من اهم نجاحاتها هي التربوش انت لو عايز زرعة تمسك في العضم فانت مش محتاج دكتور انت محتاج طالب يعني فكرة ان زرعة تمسك في العضم ده موضوع يعني بحب وباحترام أو يعني بود للجميع لو تمريد وقف وشافها كتير ممكن يبعارف وعندنا فعلا تمريد ببشاطر لدرجة ان انت ممكن قبل ما تطلب الحاجة يطلعها من كتر ما هو شاف الاف الحالات فانت عشان تمسك زرعة في العضم ده موضوع مش كبير خلص لكن تخلي الزرع يركب عليها تربوش كويس موضوع لها كل اهمية لان التربوش الكويس ده مش يحشر اكل مش يعمل مشاكل في اللسة فيخليها تعيش على المدى البعيد او ممكن تكون اسباب ليها علاقة بالمريد نفسه موارد يكون خط خبطة عمل حادثة يعني مش شرط يكون الخطأ جي من الدكتور او حاجة ده متعرفش الهيستري جاي منين او ممكن يكون في نفس الوقت هي كانت زرعة مكتوب لها ان هي تموت من بدري بس ما جالهاش فرصة بمعنى مريض حط زرعة في فك علوي ونفترض الفك الصفلي ده ما فيوش اسنان الزرعة في الفك العلوي ده اصلا بايزة من الاول بس طول ما هو ما عندوش حاجة تحت ما بيعدش عليها ما بانتش المشكلة راح بعدها بخمس سنين زرعة اللي تحت كانت تفاحة بانت المشكلة فوقت فالفكرة كلها ان هي ممكن تكون المشكلة مش ظهرة نتيجة ان فيش حاجة اثرت عليها فلكن هي لو هي ما كتب لها تقع فهي ديفنتلي اما مشكلة في الزرعة نفسها اما مشكلة في حاجة ليها علاقة بالدكتور اما حاجة ليها علاقة بالمريض اما حاجة بتاعة ربنا وفي كل الاحوال ان الزرعة تقع دي مش اكبر مشكلة ممكن يواجهها المريض يعني مشكلة اكبر لو زرعة قسرت دي مشكلة ممكن تكون اكثر سوءا وحلالها ممكن تكون اكثر تعقيدا لكن لو زرعة واعت وانت اتعاملت مع الموقف كويس ممكن بامتال بساطة تحط غيرها فده مش موضوع كبير او يعني طيب هروح لسؤال تاني مهم لو انا عملت اشعة مخطاعية وما لقتش العظم جاه كافي جاه في الريبورت كده كسافة العظم في فقدان للعظم وكسافته لا تسمح مثلا او في مشكلة في العظم احكيلي بقى هقول لحضرتك اولا في حاجتين كسافة العظم وكمية العظم كسافة العظم او ما يعرف بالبوندانستي او المرضى لما بيعونوا الاشعات خارج المراكز ويلاقوا عليها دي 1 دي 2 دي 3 دي موضوع لي علاقها بعدد الزرعات خلاص ولكن لا يمنع الزرع يعني اسوأ كسافة عظم اللي هي دي 5 او الناس يشوفها كلمة دي 5 باللغة البسيطة ده مش مانع للزرع خالص ولكن ده بيحتاج من الدكتور بعض التحضيرات للعظم بحيث ان الزرع دي تمسك كويس وممكن نتناقش كمان في نوع الزرع المناسبة اما لو ما فيش عظم فعلى حسب المكان والعظم المتبكي قديه خلينا دي شوية امثلة مختلفة في الفم بحيث ان هي توضح الفكرة في الاسنان الامامية للفك العلوي فيه طول في العظم مناسب لكن فيه عرض اقل من 3 ملي اقل من 3 ملي غالبا زرعة العظم هي افضل option وبالخبرة بقولك ان لما ناخد من المريض نفسه عظم ونزرعه هيبقى افضل من العظم الصناعي ولكن لو العظم ده قليل 3 ملي ل4 ملي ما دي كلها اماكن قليل لان انا عشان ازرع زرعة كويسة في الفك العلوي انا عايز على اقل 5 ونص ملي فانا ممكن يبقى عندي 3 و3 ونص واربعة ودي كلها معناها ان فيكوا فقدان في العظم هيبس عايتها فيه حل من الاتنين اما ان انا عمل زراعة عظم اما ان انا عمل عملية بيتقال عليها باللغة الانجليزية باللغة العربية شقة عظم موضوع بسيط ولكن مش منتشر عند الناس لان اللي بيعملوه جراحين هو عبارة عن عملية نحن نخش باداة معينة نفتح العظم الثلاثة ملي ملي ونص قدام وملي ونص وراء ونجيب مسافة للزرعة ونحطها الموضوع ده احسن من زراعة العظم في الحالة دي ارخص اسرع ولكن هو مش منتشر او مش متعرف عليه لان عشان الدكتور يشتغل زراعة اسنان ممكن يكون ممارس عام مفيش قانون يمنع ان الممارس عام لسه خارجي يشتغل ممكن يكون لي خلفية جاية من تركيبات ممكن يكون لي خلفية جاية من علاج لسه انا عايز اقولك ان العظم اللي هيكون عظم طبيعي المريض هيكب عادي جدا بعد ثلاث شهور وتكلفتها بسيطة جدا مقارنة من زراعة العظم ففي الحالة دي وما زرعش عظم رغم ان هو عنده فوجدان عظم وعمل حل احسن الفك العلوي برضو في الاسنان الخلفية في حاجة اسمها الجيب الانفي الجيب الانفي ده بيضمر او بيكبر او بيتوسع مساحته لو انت اخرت في عملية الزراعة او عشان نكون دقيقين ممكن يكون التشريح بتاعك كده يعني ممكن يكون انت ربنا خلقك التشريح بتاعك ان الجدور بتاعة الفك العلوي في الجيب الانفي فبالتالي انت كده كده محتاج زراعة عظم هل زراعة العظم هي الحل الوحيد لا على فكرة احنا حياتيا كتير جدا ممكن نرفع الجيب الانفي ونسيبه من غير ما نحط حاجة او نحط مواد بسيطة اسمها جيل فوم ويكون عظم مين قال ان هو لازم تحط عظم في الجيب الانفي موضوع برضو يرجع هو فيه كم ملي موجود والحالة والكونديشن بس مش شرط زراعة العظم او انت تحط ماتيري الخارجية وفي هذه الحالة برضو معلوماتا للناس الافضل ان احنا في الحالة بتاعة الفك العلوي في الدروس الخلفية بنعمل خليط من العظم اللي جاي من مصادر طبيعية ومصادر حيوانية دي برضو لو احنا احتاجنا ده يبقى افضل option وممكن يكون فقدان العظم ده معناه ان انا عندي عرض في العظم بس ما عنديش ارتفاع يعني عندي من ثلاثة لخمسة ملي ساعات انا ممكن اعمل رفع جيب امفي بالزرعة نفسها حاجة اسمها رفع جيب امفي مغلق مع لهاش تكلفة للمريض مش احتاج زراعة عظم الجسم هيكون عظم فاذا انا عندي فقدان عظم بس ما عملتش زراعة عظم الفك السفلي الدروس الخلفية في عصب اللي هو العصب اللي الدكتور بيبنجه لما يجي تديك الحقنة دي العصب ده ممكن يعني احيانا كتير جدا في المنطقة دي لو الناس خلعة من زمان وعندك فقدان في العظم عندنا عملية اسمها نيرف لاتريزيشن بنتاخر العصب بره عملية برضو مشهورة وسهلة في ايد الجراحين بدل ما نبني العظم ودخلك في قصة فيها ممكن سانة خطة علاجية والله على ما انت هتدخن مش هتدخن امورك فيها ايه بنبني من العملية بسيطة جدا بنتاخر العصب بره العظم بنحطه في الخد بلغة بسيطة ونحط الزراعات في المكان المتبكي فبالتالي انا عندي فقدان عظم بس ما عملتش زراعة عظم اذا زراعة العظم هي واحدة من حلول فقدان العظم وليست الوحيدة مريض تاني عنده في الفك العلوي كله فقدان طب ما انا ممكن اسيب الجيب الانفي خالص واعمل ترجويت امبلنت وحط زراعات وامسكها في النزل فلور فبالتالي ترجويت امبلنت ده نوع من الزراعات بيوصل لعظمة الترجويت طويل 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 تريبا توربي بخمسة وتلاتين ميلي يعني تلاتة سنطية ونص بيمسك في حاجة اسمها العظمات الجناحة عظمة موجودة بورا درس العقل يعني ليه تكنيك لكن لنا اقصده ايه هل اي مريض عنده فقدان عظم لازم يكون الحل الوحيد زراعة العظم قطعا لا طب بقول له حالك حل تالت مش هنخش بقى في كوسة زراعة العظم او في التكنيكس دي انا مريض عنده فقدان عظم هاخد مقاسات معينة ليه وهروح اعمله زراعة بالطباعة سوليست الابعاد لو المريض ده عنده فقدان عظم في الفكة كله بتهيل الحل ده هيبقى أسرع أرخص أسلس أنضف ويخلص يعني زيان بيقوله كده باللغة البسيطة دغري من غير ما تدخله في يمين وشمال فهي مش الحالة الوحيدة او مش الحاجة الوحيدة اللي تخليك عايز تعمل زراعة عظم السؤال طيب يعني عايزي أكد على النقطة دي يعني قلنا جزء منها كبير الأشياء المقطعية اذا وضعناها منداتوري لعلم زراعة العظم مش البانوراما زراعة عموماً البانوراما دي يعني أنا هقولك بمتهى البساطة احنا في مراكزنا لما يكون عندنا فيه يعني شغل كتير وعايزين نعمل فيه قبل الحالات وما فيش وقت والدنيا زحمة شوية بنعملهم بانوراما ببلاش هيئي البانوراما؟ فكرة عامة صورة للأسنان وفيه حاجات كتير جداً مهمة ما يوجهاش البانوراما يعني إزاي تقدر تقيس عرض العظم بالبانوراما إزاي تقدر تعرف التساوسات من البانوراما إزاي تقدر مثلاً لو عندك جيب أمفي أو قناوة عصبية معمول فيها حشو غلط وفيه ارتفاكت أو فيه حاجة ركبة فوق حاجة من البانوراما البانوراما دي صورة 4 في 6 هي صورة كده عامة عن الموضوع ناخد بها فكرة عامة تقدر تتكلمني فيها عن تقولي أنا عندي درس مدفون ولا مش عندي لكن لو أنا هخلع درس المدفون في الفك السفلي وهو قريب من العصب أنا مقدرش أعرف من البانوراما حاجة البانوراما دي عبارة عن نفس الفيلم الدكتور بياخده برا بس حبة جنب بعض متجمعين حوالي 12 فيلم جنب بعض هما دول بانوراما فكرة عامة لكن مش فكرة تشخصية ولا فكرة دقيقة ولا ينفع ناخد منها قرارات مصيرية أبداً هي أنا بصور دكتور أيمن بالزاوية دي طب دكتور أيمن ده يعني هل من صورة حضراتك عارف مأسس جاكت مثلاً؟ لا يمكن عليك بتصورني كده تعرف الديستنس ما بين إيديا والأميس؟ لا يمكن لازم بعد ثالث عشان تقدر تاخد محكان مناسب دي ما أنا عايز مثلاً أبني عمارة مش ينفع صورها كده صورة لا يمكن حتى في الديكورات دلوقتي بيعملوا حاجة اسمها سلاسة الأبعاد بأوريك لكل حاجة أنت بتعملها سلاسة الأبعاد شكلة إيه؟ عايز أروح بقى اللي الجارانتي اللي هو السؤال هل تضمن لي ده سؤال مش لي عموماً المريض بيسأله الدكتور الأسنان الزراعة؟ إن الزراعة دي تعيش معي العمر كله؟ مين فينا هيعيش العمر كله؟ بس يا دكتور أنت جالنا في الموضوع دي عبل كده بس أنا حب أوضحه تاني موضوع ضمان الزراعة ده كتبة تسويقية بيفكرني بالحاجات اللي هي التسويقية الرخيصة زي كشف البلاشفة يلا وكشف البلاش ليه؟ يعني أي حاجة يلا بلاشفة يعني في حاجات كده كتبة تسويقية رخيصة وإنت اللي بتشتريها بمزاجك يعني عارف جدودنا زمان قالوا بلغة بسيطة طمعان اللي بياناله بيت فلسانجي فلسطوي اللي هو يعني عارفك أنت قلت كلمة مهمة أولاً خلي بالك يا جماعة من حاجة فيه ناس تعمل حاجة كده تقولك إيه؟ يعني عملكوا كذا وكذا وكشف مجانة ده مقلب مقلب طبعاً مقلب كبير يعني مهوم مجانة دي يعني إيه؟ وأكيد فيه ما بعد المجانة هذا أول سطر السطر الثاني مش مجانة خالص لا طبعاً ولا أولا التالت تماشي ده هيتو مش مجانة ده نصباناً نصباناً كبيراً أنا عايزة استأذنك في حاجة في موضوع من موضوع الكشف المجاني أو التنظيف الجيري اللي بأسعار غريبة وكلام ده كله ممكن في منطقة في مصر اسمع الأسر العيني الشرع الرشيدي مصر كلها عرفاة بيبيعوا حاجات أسنان أنا عايزك تتجول وتعرف تكلفة الكشف كام يعني عشان المريض يخش العيادة وعمله تعقيم وعمل يعني أخذ الإجراءات الاحترازية من غير أي تكلفة أخرى يعني كل شيء مجاني العمالة مجاناً كلنا مجاناً بس حاجات اللي حضرتك هتفتحها قدامك عشان تخدها وتمشي بكتير يعني بكتير مش حاجة رخيصة النهاردة خالص وكل ما أنت بتعلي في الكواليتي بتاعتها كل ما بتكلف مصاريف طائلة لو كل ما أنت عندك مكان فيه فلو وبتضطر أن أنت تمشيهم على خطوات معاناة كل ما التكلفة بتزيد فبالتالي موضوع مجاناً ده خدعة تسويقية خدعة تسويقية لأنه بعديها بيحصل طوريطة لازم طوريطة ده لازم آه يعني بتفكرني بإيه يعني اللي هي إيه الحاجات اللي كان بتتعمل الكارسة اللي كان بتتعمل كنا نمشي في المول زمان ما عارفش كما موضوع تلاقي فيه ناس واخدين كوش كده وقال لك تعال عمل لك تنظيف أيها عمل لك تبيض يعني كربي عملوا كوارث حصل وعملوا موجود في مكان ما ده في مدينة نصر يعني لغاية دلوقتي موجودين بس اتقفلوا وفتحوا تاني تحت اسم براند نيم يعني موجودين ولكن هو في القفل آخر يعني بتهيال إحنا بقى نوعيين إنه إحنا نعرف ما فيش حاجة ببلاش الدنيا بقت صعبة بصراحة ما بقاش فيه الـ option ده لكن فيه تعالي تكلفة معقولة وفيه حاجة reasonable يعني مش لازم تكون حاجة معقولة اه اه مش برضو مش معقولة مزبوط مبلغ فيها ولا في ناس الوقت حاجة تقلق مزبوط نرجع بقى لموضوع الضمان عشان تأكد سألت تاني جارانتي جارانتي زراعة الأسنان أولا نجاح زراعة الأسنان ده موضوع فيه أطراف كتير فيه الدكتور وفيه المريض وفيه القدر يعني الدكتور لازم يعمل عليه والمريض لازم يلتزم على أقل في أول ثلاث شهور بتوع الزراعة وفيه قدر يعني أنت ما عملتش حادثة ما تخبطتش خطة عنيفة ما حصلش حاجة زي كده فبالتالي فشل زراعة الأسنان بيعتمد على واحدة من ثلاثة دول فلو أنت عندك دكتور كويس وعملك الزراعة مزبوطة وقدرت أن أنت تتأكد بالأشعة المقطعية بعد الزراعة أنها في المكان المناسب بالزاوية المناسبة وإنت كمريض التزمت بالتعليمات اللي هي ما بتكونش كتير في أول ثلاث شهور بس مهم أن أنت تلتزم بيها وربنا يعني رحمك من الأقدار السيئة بعد الشارع عنك ما عملتش حادثة كبيرة ما تخبطتش خطة كبيرة وهكذا إيه اللي هيخليها يقع دي نقطة مهمة ولكن لازم يفيني نقطة إحنا واضحين فيها الكتب علمتنا إن العمر الافتراضي للزراعة يصل من 15 ل 20 سنة بالكتير ده اللي درسناه وده اللي أقسامنا عليه في كلية الطب وده اللي إحنا بنشوفه في مرضانا دلوقتي لما بيكون يقول لك أنا عامل الزراعات دي دكتور من 20 سنة بس بتدي يحصل فيها مشاكل فالزرعة الكويسة المعمولة كويس اللي الدكتور حطها بطريقة مظبوطة وقدر يختارها بكريتيريا نجحة عمرها الافتراضي من 15 ل 20 سنة أكتر من كده ده توفيق ربنا ده وربنا يعني يوفق كل الناس أقل من كده ربما يكون فيه مشكلة وربما لا يكون فيه مشكلة لكن ما فيش حاجة اسمها زرعة بتعيش 3 سنين لأ دي بفيها مشكلة زرعة بتعيش 5 سنين ده في كلك في الكتب يعتبر من أنواع الفشل بتاعت الزراع لكن الزرعة الكويسة تعيش من 15 ل 20 سنة أقل من كده نشوف السبب أكتر من كده بربنا وفق الدكتور والمريض أعرف منين كمريض أن الزرعة تحطت في المكانها الصحيح أو كدكتور الدكتور غالباً بيكون شايف الحالة هو شغال والمفروض أنه هو يعني داخل عليها وهو عمل لها تخطيط مناسب وشايف الأشعات بتاعته وحاجاته لكن أنت كمريض أكتر حاجة تأكد لك هي الأشعة المقطعية بعد الزراعة الحقيقة طبياً ما إحنا ما بنحبش كل شوية نفضل نعمل أشعة مقطعية لأن دي دوز ومش مفعش مريض داخل من الشارع نعمله أشعة مقطعية كنوع من أنواع التشخيص لأنه وضحت أن فكرة أن أنت تخش مركز يقول لك نعمل أشعة مقطعية لازم قبل التشخيص دي نصبايا ولا ما ترديش حد لأن أنت لو داخل عندك شوية تساوسات فأنت مش محتاج أشعة مقطعية لو داخل تعمل تقويم شفاف مش محتاج أشعة مقطعية داخل تعمل تنظيف جير مش محتاج أشعة مقطعية داخل تشوف عندك سنة وجعك مش محتاج أشعة مقطعية فبالتالي مش حاجة اسمها ان احنا نعمل لكل الناس اشعة مقطعية ده موضوع منتهي ولكن جرى العرف او احنا في الدكاترة بنحب ان لما تكون لعملية كبيرة وفيها زرعات كتير ان احنا نعمل اشعة مقطعية بعد الزراعة او في اول 48 ساعة على اساس ان 48 ساعة دول هي الفترة اللي لو لقدر الله فيه شيء سهع على الدكتور يقدر يعدل فيها من غير ما يكون فيها مشكلة او بلغة اخرى دي الفترة الدكتور يقدر يفتح فيها الجرح ويعدل ويرجع من غير ما يضر المريض او من غير ما يحصل مضاعفات ولكن في نقطة تانية برضو انت كمريض ممكن تتأكد منها ان الزراعة كويسة او مش كويسة هي ما بعد الزراعة يعني ايه القلم ملوش علاقة بالزراعة كويسة او مش كويسة القلم ده موضوع نسبي وليه علاقة بالادوية ولكن انت النهاردة بعد الزراعة لو لقيت نفسك في دائرة الالتقام العادية لو لقيت نفسك الدكتور عمل لك التركيبات المؤقتة وانت ماشي بيها كويسة دايما كده بيقول العلامات انا مشيت في اجراء سهلة وبسيط فاكيد انا معمول كويس ولو انت يعني حابب او انت عارف ان مش كتير يعني الاشعة المقطعية عمال على بطال حاجة مش احسن حاجة في الدنيا وحابب انك تعمل اشعة المقطعية بعد الزراعة لا مانع ولكن هكون منصف برضو وعرفك ان النهاردة لو افترضنا ان فيه عرض عضم 6 ملي والدكتور في العضم ده حاطت زرع عرضها 4 ملي يعني فيه ملي قدامها وملي وراها هتبان في الاشعة المقطعية ان هي ممكن يعني سنة بره وسنة جوه فبالتالي عشان تباني الزراعة في الاشعة المقطعية بالمنظر الحلو والجميل لازم تكون قدامها 2-3 ملي عضم ووراها ملي 2 عضم لكن لو محطوطة بالقد الموضوع هيكون ايه مخايل لك شوية انت كمريب هيكون محتاج حد بروفاشنال او حد دكتوري يقدر يحكم لك عليها اكتر ونرجع في الاخر الثقة انت النهاردة لو انت مش واسك في المكان اولا او شاكك في نفسك انت متروحش من الاول يعني اللي جابرك دكتوري كتير امتى تفشل الزراعة امتى اقول ان الزراعة بفشلت اولا فيه فشل على المدى القليل في اول شهر ونص اعراضه ان يكون فيه دمامل او خاريج او ابسس يعني مكان الزراعة يكون الزراعة بين جزء منها في العظم او تلاقي الزراعة واعت اصلا ده فشل على المدى القليل على المدى البعيد ممكن يكون فيه فشل ليه علاقة بين الدعامة الخارجية والتربوش ابتدى يتلخلخ وده بيحصل عادة في الزراعات اللي يعني فيها دقة في التصنيع قليلا ولكن ده برضو موضوع بسيط وحلو انك تروح للدكتور يربط لك التربوش تاني فموضوع نسبيا قليلا عن مدى البعيد غالبا حاجات بيكون لها علاقة بالعدة يعني معظم المشاكل اللي بتحصل على اللونج تيرم اللي هو نتكلم من سنة ونص الخمس سنين لها علاقة بالعدة غير سليمة العدة من المقدسات اللي خلقوا ربنا والميكانيزم بتاع العدة وفين يعود فين دي من الحاجات الأساسية والدكتور الشاطر تشخيص وعدة تشخيص في الأول عشان يعرف يمشي الحالة ولما يجي يبص في الآخر يعرف يشوف عدة المريض العدة دي ليها علاقة بالمفصل ليها علاقة بجودة الأكل ليها علاقة بالكلام ليها علاقة بعوامل كتير جدا نت ريزلت بتاع الشغلان اشتغلت صحة ولا ما اشتغلتش صحة شكلها حلو باكل عليها كويس بيقدر تستخدمها في النطق وفي الكلام ومرايحين ايه مدة عملية الزراعة؟ لو يقصد بمدة عملية الزراعة يعني الدكتور هيحط الزراعة في قد ايه فبالتالي هي ما تاخد من خمس لعشر دايق والمدة اللي هيخدها الدكتور مش عامل نجاح ما ينفعش ربط ان الدكتور بيحط خمس دايق الزراعة في ان هو كده راجل شاطر وغيره خالص الجودة هي المدة او هي الحكم اناسف في ان الزراعة دي نجحة ومش نجحة ولكن لو تقصد بمدة الزراعة قد ايه الموضوع دا يخلص فاحنا عادة بنعمل الزرعة بعد كده بنعمل التركيبات المؤقتة في خلال يومين او تلت ايام والتربوش النهائي بيركب بعد تلت شهور فعلى حسب انت تقصد بكلمة المدة قد ايه جوه العيادة هتخد لك خمس دايق عشر دايق عبال ما تشوف التربوش النهائي فالموضوع هياخد شهرين ونص لتلت شهور طيب هتقول لي مين في عالم الزراعة اللي هتلبسه بدل زرقة ومين اللي هتلبسه بدل حمراء في عالم الزراعة وما تكونش دبلوماسي انت بتحب الموضوع دا قوي عشاءه انا بعش اساس بس احب انا جو الهيتشوكوكي طب ايه 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 يعني بدل زرقة في وجهة نظرك وحكومها كم سنة مثلا يعني سبع سنين قانونك سبع سنين انا بالنسبة لي سبع سنين يعني انا كان نفسا بالمحام الحقيقة بصراحة يعني بقليل من الخبرة وكتير من توفيق ربنا الكدبيين 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 بجد الموضوع دا صعب جدا لان الموضوع دا بيخلق حالة في المرضى بجد مش مناسبة بديني امثلة للكدبيين اشهرهم في عالم الزراعة الزراعة اللي مش من بلدها دي الماني وهي احنا عارفين انها تركي دي مش الزراعة اللي مش من بلدها دا موضوع او المصري يصنع امريكا على فكرة زراعة المصري مش سيئة حتى لو انا ما استخدمهاش بس يعني تحية الصناعة الوطنية والمصانع اللي مش محتاجين نقول الكلمة دي ازالة مصري واحنا فخوري انا ما استخدمهاش لأسباب معينة لكن دا مش معناها وحشة يعني دا فيه ناس يعني يعني كويسة جدا كمان ولكن انا اكتر حاجة فعليا بتدايقني هو الحاجات اللي بدورها بتلعب في دماغ المريض بس ممكن بالخيب بس للأسف المرضى بتتأثر بيه لان هو برضو رايح لدكتور وممكن يكون سمع عنه تجربة كويسة او رايح له بالحظ او بطريقة ما فبالتالي لما ياخد معلومة وياخد معلومة وياخد معلومة وياخد معلومة بتوصل الامور لوضع غير مناسب فبالتالي الصراحة دي حاجة مهمة جدا برضو الكتب الخايب دا هو الدكتور بيشخص او احنا بنعالج المرضى على حسب الحالة يعني مثلا بكام التربوش دا سؤال لازم المريدي بعرفوا الاسعار المعلنة في العيادة جزء من الشفافية من 2014 وال2016 من سنين كتير يعني انا حسيت ان المرضى بيتعامله مع دكتور السنان ان هو زي المحامي كده قضية الاتجار غير قضية يعني حاجة كده فبجد الموضوع دا مقلق جدا وبيخلي المرضى مش عارفين يعبروا عن نفسهم فعلا بجد يعني انا واحد من الناس من 2000 ومش عارف من سنين كتير جدا بكام لازم مريدي بعرف التكلفة انا النهاردة لو المريد جايلي الحالة سهلة او صعبة ما ينفعش ان دا يكون لي علاقة بسعر الزرعة اللي انا بحطها هو جايلي عشان اشاطر وانا هساعده لكن مش عشان اتدفعه تمن شطرتي ما دا ما هو موجود في عياتي ليه يعني ليه يكون جوا المكان طيب مين يلبس بادلة حمراء بادلة حمراء فعور فيه عشان اعبارده سهلك وواحد ارتكب جرم جبار يعني واحد مجرم عتيد الاجرم مجرم حرب مجرم جامع مجرم جامع على درجة اللي بلبس بادلة حمراء اللي بيغلط في الزمائله كتير او اللي بيقعد يفتكر او يقدر يبيع الوهم بان اللي انا بعمله مش موجود او انا هجيبلك فنير امريكي او اصلا انا هعمللك زرعة بلجيكي النوع دا بصراحة يعني سيء جدا اللي بيغلط في الزمائله او اللي يشوف شغل حلو مقولش علي حلو ده وحش قوي يعني لأي سبب بقى يعني ده موضوع مش قوي يقول عليه وحش واحد لأي سبب او بلغة بقى اشك شوية في قعدة الدكاترة بسيطة اللي بيفكر في جيبه قبل في مريضه نقطة من قول السطر ده يلبس بادلة حمراء جامد اه حمراء يعني تكون ايه فوش نهورد كالعادة اسلوبك الرائع بيسعدني وبيسعد جمهورنا واكيد بتمنى ان احنا لو تتناقش كتير جدا وكمان بحب جدا اه يعني انك بتضع يدك على النقاط التي تدور في عقول الناس الان من خرافات من اسئلة اشياء من اساليب خطأ في تجاوز قيمة الطب وقيمة الحضور اللي الكشف الطبي وقيمة الخضوع اللي الاحدث في عالم تقنيات الكشف عن الحالة زي الأشعة المقطعية مثلا واسعدني جدا النهاردة ان احنا عملنا استكشاف كبير لعدد من الاسئلة اللي في عقول الناس سبتة يعني السن كبير لا انا اعمله مش هيستحمل زراعة ده سنه كبير لا انت النهاردة جاوبت قلت لا ينفع اللي عنده سكر ومعندوش كسافة في العض بشكل كبير او عضنه مش قد كده لا احنا قولنا النهاردة فيه اساليب للتعامل مع مشاكل العض مش تقليدية اساليب فيها حرفنة اكثر من الاساليب التقليدية اللي هو ان ازرع لعب لا هي فيه اساليب اخرى فيه نقاط كتير نهاردة ناستمتعت جدا بها مع واحد من نجوم عالم طب الاسنان نهاردة دكتور اندرو وجدي مش تستير زراعة الاسنان من كل طب الاسنان جماعة القهارة والمحاضر الدولي في مجال تصميم الابتسامة وعلاج الاسنان بليزر هنتظرك بقى في عالم الابتسامة وعالم التجنيل عشان زي مقولوا نكش في الكثير من مرة الجاية حوار صريح جدا جدا شكرا دكتور يعني كان برنامج عظيم جدا انا بقى هاقدو استلفو عشان اقول ان احنا دايما حواراتك كتوبة صريحة جدا نورت الدكتور اندرو اسعتنا بجد خليكم دايما مع الدكتور